نزبط دماغ المشاهد واحد اتنين تلاتة صنع القرار للدولة المصرية الاراضة السياسية ايه الخطوات اللي انت تنتظرها منها لعادة السخونة للحياة السياسية والحزبية اول حاجة عندنا احنا محتاجين قانون مجلس الشيوخ برلمان يشتغل بك برلمان اللي ما اسمعناش عنه يشتغل بك ايوة يعني ما احترامي وتقديري للبرلمان لكن كانت دايما البرلمانات بيبقالها دور تبقى سابقة دولة لانها بتعبر عن جموع الشعب فتصدر التشريعات اللي متأجل قانون الادارة المحلية عشان تجري انتخابات انت لما بتقول الدارة المحلية بتنزل للقرى والنجوع والشيخات والمراكز فانت حقيقة البلد عملت يعني عمد سورة فاحنا محتاجين اصلاح تشريعي لبعض التشريعات اصدار بعض التشريعات نمرة اتنين انك انت يعني يحصل نوع من الثقة بين المناطن وبين الدولة من حقنا نعبر نعبر بتعبير صحيح طالما انت بتعبر على ارضية وطنية المسئولية الوطنية حكمها فنفتح نفتح الافاق الطيور المهاجرة عليها انها تعود الناس اول ما هتستشعر انه الدولة سمحة بالنقد البناء بمعارضة حقيقية احنا عايزين معارضة حقيقية مش ممكن يعني ما فيش دولة تحية وما يبقاش عندها معارضة انت عندك 100 حزب ما فهمش حزب ما فهمش حزب فاي عارض المعارضة الجدية ايه هي ان انا قدم رؤية او برنامج مغير لرؤيتك برنامج انا ليه تحفظات على التوجه الاقتصادي وعايز برامج حماية جديدة اطرح فاغير نمر الثلاثة الدولة لازم تدعم الاحزاب السياسية مالية يعني قولا قولا واحد لا تتركها فريسة للمال السياسي نمر الثالثة علينا ان احنا نفتح حوارات جدية وموضوعية مع الشباب نتحاور معهم يا سيدي المثل كل المصريين عارفين يقولك اذا كبر ابن خاوي نتحاور معهم بدل ما نتركهم فريسة اخر نقطة في هذا الاطار المرأة المصرية طول الوقت احنا بنتكلم عن المرأة المصرية وادوارها وافهم عنا في كل الاستحقاقات السياسية هي دي اللي مكوية بنار الاسعار علينا بقى ان احنا يعنيين الدولة انا اتفهم ان احنا عندنا اقتصاد خر لكن ده لا يمنع بأي حالة من الاحوال ان الدولة من ضبط الاسعار من ضبط الاسعار حوالا احنا عندنا قانون جديد هيسمح الان بعمل المنظمات بشكل في حرية واحد لازم اجيب المنظمات الدولية يبقى لها مقارات عند في مصر العفو الدولية الفيدرالية الدولية الوقت القانون بيسمح ان يبقى لها فروع في مصر ويبقى فيه بروتوكول بين الدولة وبين المنظمات دي اعمل اقول اللي انت عايزه لكن انا لازم مجد نظري كدولة مصرية يبقى في التقريب بتاعك وديني اسبوع وديني عصر ايام قبل نشر التقرير قولي المعلومات اللي عندك ايه وانا ارد عليها وانا كل اللي عايزك لك تحط ردي جوا التقرير وده حق مشروع وده المهنية بتفرضها وحق لكل الدول في التعامل مع المنظمات دي والمنظمات دي مع كل التحفظ اللي ممكن يتقال على بعض التقارير لكن المنظمات دي مهمة جدا وليها وضع دولي مهم واحد اتنين في خطة استراتيجية اسمها استراتيجية المصرية لحقوق الانسان هذه الاستراتيجية فيها ثلاثة ابعاد في المجلس قوام الحقوق الانسان فيها اللجنة الوزرية فيها المنظمات المجتمع مدني انا المنظمات عندي يبقى ليها دور داخل مصر وخارج مصر في المنبر بتاع الاول المتحدة في جينيف انا ما عنديش منظمات بتروح اللي بتروح على حسابها او بتكلفة قليلة جدا فعايز سندوق يدعم المنظمات المجتمع المدني عشان تشتغل في قضايا يحتاجها المواطن المصري وتحتاجها الدولة المصرية مش جهة ما او اي جهة هي اللي بتقول انا والله مهتمية بالموضوعات الفرنية احنا نحط استراتيجية للموضوعات اللي احنا عايزين نشتغل فيها تنمية سياسية تدريب الشباب تنمية المحلية المشاركة في الادارة المحلية تعليم الشباب ازاي يشارك في المجالس المحلية تعليمهم ازاي يبقوا سياسيين ازاي يعني اصلا لك استبعاد العمل السياسي من العمل الشبابي ده كرسة انا بسيبهم وادون في نحية تانية خالص انا عمل له برامج ومن خلال مجتمع المدني يأهله ويبقى فيه ندوات وفيه ورش عمل وفيه سمانارات ده عايز تمويل انا عملي يبقى عندي صندوق صندوق كده زي ما هو صندوق الجامعات الاهلية بقى فيه صندوق لتمويل العمل المدني والعمل الاهلي يبقى تمويل رجال اعمال او كذا نقطة الاخيرة المشاركة في المنتجات الدولية من سبس الساحة الدولية احنا غايبين عنها انت عندك يعني عندنا مثلا في 13 و14 عندنا الـ UBR التقريب الدولي الشامل لمصر لازم المنظمات تشارك لازم المنظمات مصرية من داخل مصر تروح وتتكلم هناك لانه انت اللي بيتكلم هي الدولة المصرية ودايما بيقول والله الحكومات بتدفع عن نفسها لكن افضل دفاع عن الوضع داخلي او بش اقولك مش دفاع انا عايز الصورة الحقيقية عن ما يحدث في مصر فمين اللي يقول الصورة الحقيقية منظمات شغالة في مصر المنظمات دي لازم اديها ثقة تزور السجون تزور اقسام الشرطة وتطلع تقرير حقيقية عشان تقرير دي تبقى هي التقارير اللي ممكن ده متوقف على الاراضة السياسية اه طبعا لازم وانت ترى ان القادم هيسعى الى هذا انا شايفه من خلال قانون الجامعات الاهلية الموجود الجديد ده واللايح التنفيذي اللي هتحصل ان شاء الله